المدارس الصينية هكذا يسمي العراقيون مئات الأبنية المدرسية التي افتتحت مؤخرا ونفذتها شركات صينية في مختلف مناطق البلاد أبنية أسهمت في معالجة جملة من المشاكل التي يعانيها الطلبة والمعلمون كما حسنت من الواقع التعليمي عبر تهيئة مرافق تعليمية نموذجية وأخرى للنشاطات الترفيهية والإبداعية وتخلص ألاف الطلبة من الأبنية القديمة التي تفتقد الوسائل الحديثة في التعليم كنا نجلس بالمقاعد أكثر من أربعة والآن بهاي المدرسة بالبناء الجديدة صرنا جلوسنا أصبح مرتاحين به وأيضا المختبرات لها إثر إيجابي بفهم المواضيع بصورة سريعة بإجراء التفاعل وكل موضوع ناخذه هذا الشيء يساعدنا أيضا على سرعة الحفظ والفهم وأيضا بالبناء الجديدة كفة أعدادنا الهائلة البناء الجيدة وتلبي متطلبات الدراسة الحديثة مثلا الصفوف واسعة عندنا قاعات ممكن تستغل لتنفيذ الشاشة التفاعلية للطالبات عندك المكتبة أيضا تلبي هذا الغرض عندكم مثلا المختبرات أيضا تلبي طموح الطالبات تقول الحكومة العراقية أن مشاريع المدارس النموذجية التي تنفذها الشركات الصينية واحدة من أهم المشاريع الحكومية مؤخرا وعبر دائرة تلفزيونية افتتح رئيس الوزراء العراق محمد الشاع السوداني سبعمائة وتسعين مدرسة وهي دفعة أولى من ضمن ألف مدرسة تنفذها الشركات الصينية فيما تطمح بغداد لبناء ثمانية ألاف بنايات مدرسية بحلول نهاية العام الفين وثلاثين بهدف تجاوز أزمة نقص البنايات المدرسية في البلاد نقص الأبنية وفق أحصائيات وزارة التربية قد نحتاج إلى أكثر من ثمانة ألاف بناية مدرسية حتى يكون الدوام منتظم ثنائي الخطوة الأساسية التي اتخذت في برنامج الحكومي لهذه الحكومة هو المضي في تعويض هذا النقص بشكل تدريجي بالتأكيد افتتاح أكثر من سبعمائة مدرسة اللي هو القرض الصيني مدارس الأبنية المدرسية بالتأكيد سوف يثمر ونحن شهدنا بصراحة لأول مرة إنتاج مثل هذه الأبنية بهذا الوقت أو هذا الظرف وتعكس المشاريع الصينية في العراق ومنها الأبنية المدرسية التزام الشركات الصينية بمبدأ البناء والمنفعة المشتركة عبر إنشاء مشاريع عالية الجودة البنايات المدرسية الصينية دخلت فعليا في الخدمة مستقبلة الآلافة من الطلبة والتلاميذ ما أسهم في التخفيف من مشكلة شح البنايات المدرسية الأزمة التي يعانيها العراق منذ عقود من بغداد محمد حميد سي جي تي آن آل عربية